جدد اسماعيل هني رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة التزام حركة حماس بالعمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وفي مقابلة مع بي بي سي قال هني ان مراعاة ملاحظات حماس على الورقة المصرية ضروري لانجاز مصالحة حقيقية نحن قلنا بان هذا الموضوع سهل والملاحظات هي ملاحظات اساسية ولكنها ليست كثيرة وليست متعددة ولا تمس جوهر الورقة المصرية فقط ما تم الاتفاق عليه في جولات الحوار مع حركة فتح هو ما نريد ان يجري تثبيته في الورقة المصرية وان يتم التوقيع على ما تم التفاهم عليه لا زيادة ولا نقصان اليوم في حالة من الجمود على مصار المصالحة بسبب المتعلق بهذا الجانب ونحن نبحث عن ضرورة ايجاد مخارج تحفظ المواقف لكافة الاطراف وتفتح الباب امام امكانية تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية